إلى ذلك أكد وزير الثقافة البريطانية السابق وجود إمكانية لسحب تنظيم كأس العالم لكأس القدم 2022 من قطر وأضاف النائب عن حزب المحافظين جون ويتنغدل أن الفساد الذي شاب حملة قطر لاحتضان المنافسة الرياضية الدولية أصبح يتضح أكثر فأكثر وبحسب ما نقلت صحيفة تيليغراف البريطانية ويرى ويتنغدل أن من المرجح بقوة أن يعاد إطلاق المنافسة مجددا على استضافة مونديا إلى 2022 ويسحب شرف تنظيم البطولة من قطر وتأتي تصريحات السياسي البريطاني بعدما ذكرت تيليغراف أن المحققين الفرنسيين يبحثون فيما إذا كان رئيس البلاد الأسبق نيكولاي ساركوزوي قد حصل على أموال في صفقات من قطر مقابل دعم ملفها في المونديال وتشمل صفقات مشبوهة شراء النظام القطري لنار باريس تانجرمن بغرض خطب ود الرئيس الفرنسي وكسب دعمه في ملف المونديال وتواجه قطر اتهامات بدفع راشا باهضة للاستيلاء على شرف استضافة المونديال واسط انتقادات عالمية واسعة لارتباط الدولة بدعم الإرهاب وتمويله في المنطقة ترجمة نانسي قنقر